الحمد لله احنا عرفنا الخبر من مؤتمر الصحافة بتاع الوزير والحمد لله يعني استجدنا لله شكراً وبقنا فرحانين يعني جامل الحمد لله والله الحمد لله احنا ربنا وفدنا ان يعني خلوه الجو ملائم فعلاً مذاكرة وكنا بينشجعوه وهو الحمد لله يعني كان مع نفسه بيحب يجتهد ويذاكر يعني ما كانشا محتاج ان حد يحفزه متظلمة من التعليم الجديد بس هو الحمد لله يقول لنا الحمد لله تمامياً انا كان في دماغة مثلاً اخش مثلاً طيب هو اقول لا انا عايز اخش هندسي عشان انا نفسي الطاحك بالكلية الدفاع الجو فقلت له خلاص الحمد لله اللي انت شايف الصحة اعمال انا اخترت قسم علمي الرياضة عن الرغبة تامة دون اي جبر من اي احد صراحة اعلم في الرياضيات من مواد العلمية الاخرى الاحياء والجولوجيا ومالزان بالنسبة للمذاكرات بتعتمد على اعتماد على الزات التأكيد اضافة للاعتماد على المجموعات التقوية وما توفره الوزارة من وسائل حديثة زي مدارسة المدارس على التلفزيون ومحسس مصر وما الى ذلك المتابعة مع دي كله والتنسيق بالطبع والتوافق مع الدروس وما جميع اكيد يكون عامل مهم للوصول اللي مستطيع بالطبع البابلشيت افضل انه اسهل في التصحيح يعني اسهل لمنع التظلمات وما الى ذلك بالنسبة لي انا غير مهتم بالسوشيال ميديا من ميديا الا قليلا يعني حتى الان لكن نصيحة لزملاء انهم يتوافقوا بين الوقت مع السوشيال ميديا والترفيه والمذاكرة وينسقوا وقتهم ويضعوا جدول للمذاكرة عشان ربنا يوفقكم اذن الله اطمح ان الدخول لكلية هندسة الطيران باذن الله ربنا يوفقنا اليه ونصيحتي لزملاء انهم يختاروا كلية التي تتوافق مع قدرته انا اوجه لهم رسالة ان التعليم في هذه المرحلة بالتأكيد سيكون صعب ان في تغيير وتطوير لكن باذن الله ربنا يوفقكم ويتماشوا مع الامر وبالاجتهاد وبقليل من الصبر باذن الله ربنا يحصلوا النتائج علي لا اكرمهم الله الحمد لله ما يضغط علي في اي شيء ووفر لي كل الوسائل المناسبة والمتاحة للمذاكرة وما الى ذلك والضغط قليلا بالطبع ساشعر بالضغط بسبب التغيرات المتتالية لكن الحمد لله ربنا وفقنا في الاخير والطبع التشجيعي الاول كان من الوالدين اضافة المدرسين اللي علاقتي معهم طيبة والحمد لله وربنا يكرمهم جميع اشتركوا في القناة